استخدام حس الفكاهة اللي بيحبه شرك الحياة ايه ده؟ اه انا على فكرة نسيت اقول لكم ان انا في المقابلين على الزواج بقول للازواج اذا جالي زوج كشري كشر كشري او جالي زوج كئيب او زوجة كئيبة بقول لهم على طول بافرض عليهم انهم يتعلموا حس الفكاهة طيب وحس الفكاهة ده الناس بتتعلموا اه الناس بتتعلموا لان حس الفكاهة ده هو ده اللي اعتمد عليه عشان يعمل لنا منفذ في نفس الشخص ده عشان يستمر في الامل اللي هو بيخلينا نستمر في الحياة وعشان كده لازم يبقى عند حس الفكاهة وعشان كده في فن الترويح الزواجي ما ينفعش حس الفكاهة يكون بالحاجة اللي انا بحبها لازم بالحاجة اللي بتدخل السرور على قلب شرك الحياة يعني مثلا من الاخطاء اللي بيجدها وده بيدل على ان الناس ما عندهمش وان كان هم شايفين نفسهم عندهم حس الفكاهة لكن ممكن يكون دوت مش حقيقي لما استخدم مثلا القلش مع زوجي او مع زوجتي اللي هي ما بتحبش القلش فاجي وانا عايز اروح عنها او عايز اروح عن الاسرة كلها او اروح عن البيت فاشعر المسألة لان الشخص وانا باستخدم معا القلش بيعتبر ده نوع من انواع المهانة يبقى مهانة في البيت ومعانة في الشغل اه يبقى كده غلط يبقى لازم انا وباستخدم الحس الفكاهي استخدم الحس الفكاهي اللي يدخل السرور على قلب ايه على قلب شرك الحياة ولزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف حس الفكاه بين او او حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها كنت لك كابي زرع لام زرع الا انني لا اطلقك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حس الفكاهة مع السيدة عائشة كمان لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هذه بتلك ايه الجمال ده هذه بتلك هو ايه اللي بيحصل هو عارف ان هي فكرة ان هي لما سبقته ازاي هي ايه إزاي هي سبقت حضرة النبي حضرة النبي يقول لها هذي بتلك وكأن حضرة النبي يقول لها مش ناسي إن احنا طول الوقت بنروح عن بعض الخطوة الرابعة بقى أو السلوك الرابع في الترويح الزواجي إن احنا نجدد دائما في تفاصيل حياتنا لأن التجديد في تفاصيل الحياة بيخلي التجديد في تفاصيل الحياة عادة عندنا فلما يبقى عندنا حالة من حالات الإحساس بالملل أو الكآبة عارة طول عنا عاملين إيه أي سلوك من سلوكيات التجديد الحياتي فنغير نغير في برنامج النهاردة النهاردة مش هنتعشى عنه النهاردة هننزل نتمشى مع بعض النهاردة هننزل نعمل كذا وده كان واضح جدا جدا في فعل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يخلي السيدة عائشة تشوف لعب الأحباش وعشان كده ده السلوك الرابع السلوك الخامس والأخير بقى إن المفاجأة الشخص اللي عنده مهارة الترويح الزواجي دائما مفاجأة يعني إيه اللي حاصل؟ دايما يعمل مفاجآت من قبيل الايه؟ الترفيه والرفاهية ودوة مش ترفيه ورفاهية بمعنى أنه شيء زائد المفاجأة يا سيدي شيء أساسي في حياة الناس لازم الزوجين يديروا حياتهم عشان يعملوا ويوسعوا الحياة فالمفاجآت بتحس إن إنسان بعد من غلقت حياته إن إيه ده؟ ده فيه حاجات جديدة في الحياة ودذلك المفاجآت من أكتر الحاجات اللي بتجدد الأمل في الحياة الزوجية كتير من الناس بيقولوا ما عندناش وقت ما عندناش وقت نرتاح ولا نعمل شيء يدخل السرور على أقلوبنا فهوما بيقولوا إن إحنا مش عندنا القدرة على الترويح الزواجي ولا إحنا فيقين لكن ده مش صحيح ما فيش شيء صعب يتعمل طلامة إحنا بندير وقتنا وبي ننظر إليه بشكل متسع ما فيش الكلام ده هتقدر تدير وقت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بي أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان مسؤول عن أمة على فكرة عايزة أعدل العبارة مش كان مسؤول عن أمة حضرة النبي كان مسؤول عن العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحضرة النبي كان بيعطي للترويح الزواجي الوقت المناسب لي فكان حضرته صلى الله عليه وسلم يسابق السيدة عائشة زي ما قلنا واستمر على ده من بداية الزواج واستمر طول الوقت يعمل كده حتى الحديث بيقول فلما ثقل لحمها يعني استمر على ده حتى لما كبرت السيدة عائشة فكان من بداية الزواج لما يسبقها كانت تسبقه لصغر سنها وخفت وزنها وبعد ما تقدم به الزواج أصبح يسبقها صلى الله عليه وسلم لزيادة وزنها فكان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وقت للترويح عن زوجته ومشاركته فيما يدخل السرور على قلبه وبنشوف ده كمان في مشاركته صلى الله عليه وسلم مشاهدة لايب الأحباشة في المسجد النبي ترجمة نانسي قنقر